يعني لا يوجد واحد عند السيارة وقطعنا عنها لعانة حتى من تجي يسوي مقاطعة بيانات أجد الآن المستفيدين من العانة حماية اجتماعية ويساعدهم سيارات 240 ألف فرد بالحماية اجتماعية هم يمتلكون سيارات هذا نقطة راسطة إحنا ش نسوي؟ جبنا قاعة بيانات ونمروا هذول يساعدهم سيارات ش نسوي لهم؟ جينا يعني فرزنا نوعية هاي السيارات مثلا لقينا واحد مثل صارف ضجة بوسائل الإعلام عده جكسارة 2022 بالفعل هم الأغنياء يسابقون اليوم على الفقرة يسابقون على الحماية الاجتماعية هاي بيانات المفروضة تكون عدكم أنتو؟ هاي بيانات واضحة قلت لش احنا خلال شهرين طلعنا بحدود 28 ألف متجاوز هذا مو عند السيارة عدد 970؟ عدد 970 هؤلاء يستلمون يعانة حماية اجتماعية هم متجاوز عن الحماية اجتماعية هذا مو أنا جايحتي على رقم يعني مو من الواقع هذا من الواقع أنا مجايحتي إنه عدد السيارة ووقفنا عنها الإعانة لا هذا عدد فرصة عمل موظف بالدولة وجاي أخذ إعانة حماية اجتماعية هذا لازم أنت هذا أول واحد تتعاملوا إياه تطلع من النظام الحماية اجتماعية وتجيب أسر فقيرة تفضلت بيه لازم يدخلون بنظام الحماية اجتماعية السيارات فضلت بيه لا وقفنا واحد عدة سايبة أوكي تجي توقفها كموديل سيارة إنه موديلها 14 أو 15 مجرد يزور الباحث اجتماعية عدد تقرير إنه يقول هاي السيارة تسدرى مقائلته ويشتغل بيه ولذلك يعني يتم يعادة الحماية الاجتماعي له أنا واحد من الناس بمقاطعة بيانات لقيت عنده دعا السيارة عده معرض مع السيارات هو يأخذ الحماية الاجتماعي لماذا قلت لك اليوم الأغنيادة يستابقون على الفقراء لذلك ها أول مرة إنه إحنا قاعد نشوف أكو تحويله بالمجتمع 2016-2017 ما كانت هاي الظاهرة موجودة الآلية اللي بديتوا بيها اليوم هي راح نستفاد يستفاد من عدد أكبر عدد ممكن من الفقراء راح تقطع يد الفساد هاي شوفوا الفساد سواء كان إنه هم تجاوز على الحماية الاجتماعية ويقدم أكو فساد آخر أكو فساد إنه يريد يجيبه نظام الحماية الاجتماعية عمود يستفاد منه بنظام الحماية الاجتماعية فلذلك هو الفساد مركب نحن نحاول إنه هاي التجربة البدت يوم 15 واحد إنه نكملها وفرحة هاي الأسرة تقدمت وتستلم إن شاء الله أول يوم قرار الموازنة يعني أسلا خلنا نتكلم إذا هو عنده موديل سيارة وقاعد كمعرض سيارات عنده يعني هذا التلاعب من وين دي يصير؟ من داخل الرعاية الاجتماعية إذن أكو موظفين خلنا نتكلم صراحة أكو موظفين ديت لابون بالبيانات إذا هو عنده معرض سيارات شون دخل؟ شوفي هذا وين سجلها هو السيارات وين سجلها؟ سجلها بالمرور العامة إنت شون تعرف هو عنده هاي الكم من السيارات أو هو عنده سيارة حديثة من تروح تجيب البيانات من المروه وتجي تقاطحه وتمشيه هذا كعدة سيارة ونت وقفته ووقفت الإعانة عليه طلعت له لقيت أنه متمكن ماديا أنه يرجع المادية هاي فقرة واحد أنا راح تشيرت على الفساد ماكو وزارة وماكو دائرة ما بيها فساد صحيح أنت خلال هاي الأشهر تقول لي لأكو صار عزي الموظفين؟ نعم صار عزي الموظفين أكو حالة إلى الجهات المختصة والجهات الرقابية؟ نعم صارت وكل جدية شكالت نسبة هم تطلعوا؟ طبعا أكو نسب مختلفة أنا أقول لي جايح تشيرت على أنه من طبق المنهاج الحكومي من الحكومة الحالية والحد الآن كإجراءات مستمرة داخل الحماية الاجتماعية أكو ناس لا هو موظف لكن يستفاد يقول لك هاي حملة شبيرة قل له أروح أجيب عندنا ثلاثة نواع من الفساد يجي يخابرهم بالتليفون يابا أنت تقدم على الحماية الاجتماعية حاول الرصيد وأنا أطلق لك حماية الاجتماعية هذا التلعب أكوين احنا خلال شهر واحد قدمنا 15 شبكة فساد إلى جهاز الأمن الوطني 15 شبكة فساد وارقام تليفوناتهم كيف تطلع من الرعاية الاجتماعية؟ كم موظفين؟ أكو موظفين ما أقول ليش لا أكو موظفين يسلمون للنزاهة هاي فقر رقم واحد أكو لا تريش قاية سووني شون يستغفلوني أنا من خلالك هذا الصيحة المواطن لا تروح على معاقب الرعاية مفتوحة حتى على القدم هاي فرصة ما تتكرر شي سوي مثلا يجيب لفد عشرين ثلاثين أسرين قاهم تعالوا باتشا سجيكم عن الرعاية الاجتماعية يأخذ من كل واحد مبلغ مالي يوسطهم الباب القسم يدخل القسم الرعاية الاجتماعية يطلع من غير باب يخلي الناس واقفة برا هاي يوميا عشرات تقاعد تصير بالحماية الاجتماعية فساد يكون نعم موجود لكن انت شون تسوي إجراءات صحيحة وشون تسهل الإجراءات شون تبسط الإجراءات حتى تتمكن من القضاء على هذا الفساد